بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشتراف المرسلين نواصل في شابتر 2 نشوف اللي هو اللكتشر 3 How to create matrices and concatenation of matrices طبعا الماترسيس ممكن ننشأها بعدد طرق إما اللي حنشوفه في أمثلة بعدين كيف ندخل العناصر مباشرة أو ممكن نجيبها من external data يعني نجيبها من table مثلا جدول كان موجود عندك على ال Excel يعتبر matrix كيف ممكن نجيبها عندنا على ال Excel وممكن تعملها مثلا عن طريق matrix مثلا عندي عندي مثلا عمود والعمود الثاني حيكون function من الأول يعني حيكون X تربع العمود الأول حيكون اسمه X والعمود الثاني يكون اسمه X تربع فX تربع ممكن نجيبها عن طريق ال X أو ممكن أعمله أنا function جاهزة عندي على المثلة عندي matrix مثلا بهذا الشكل عندي 1 2 3 4 5 6 كيف ممكن نجيبها هذا الماتريكس يقول لك أولا أفصل بين العناصر الموجودة في الصف الواحد بأيش بspace أو بكومة اللي هي الإشارة هذه فاصلة إذن 1 2 3 أفصلت بينهم بأيش بspace كما قال لي هنا طب لو بدي أنزل استعمل سمي كولون لتعلم لتعلم بعد ما ينتهي الصف حط هذا يعني أنه إيش خلاص أنا خلصت الصف الأول وبعدين تحط 4 5 6 إذن أنشت شفت كيف ممكن أن ننشأ الصف عن طريق spaces كيف ممكن أن أنزل إلى الصف اللي بعده وأنشأ الصف من جديد والجميع Surround All By Square Brackets اللي هي الموجودة عندي هنا الكل أحيطه بأيش بقوس مربع شوف مثال آخر عندي هنا بعد ما أحط Enter هنا سيعطيني هذه الميترس 16 3 2 13 16 3 2 13 بعدين لشان أنزل الصف اللي بعده أو أقول له نهاية هذا الصف أحط له سمي كولون هل أحتاج أحط قبله أو بعده space مش مهم حطيته أو ما حطيت space يعطي نفس النتيجة وبعدين أحط له الصف اللي بعده وحطه الصف اللي بعده وحتى آخر صف والكل أحطه بأيش بSquare Brackets أقواس مربع بعدين نشوف الConcatenation هل ممكن أنشأ ميتريكس كبيرة باستخدام small matrices أستخدم ميتريكس صغيرة وأجيبها بدل ما أحط العناصر زي 1 2 3 4 لا أحط ميتريكس أحط مصفوفات كل واحدة يعني جزء كده يلا هنا عندي X equal 1 2 عندي Y equal 4 5 لاحظ هنا الأي ما أجبتها أنا هنا ما كتبت له 1 2 4 5 لا شوف الميتريكس هذه أي قيمتها 1 2 4 5 كان ممكن أن نشاهد بهذا الشكل ما كنا نسوي المرمضة 1 2 4 5 لو حطيت كده حطيت Enter سيعطني نفس النتيجة لا لكن أنا أريد أعملها بالConcatenation أجيب matrices أخرى صغيرة وأحط الميتريكس جنب الثانية هذه X وأقول له أحط جنبها Y طبعا ممكن كمان زي ما حطيتها جنبها ممكن أحطها تحتها ساعتها سيعمل لي هذا هي X وهذه Y وبالتالي صارت عندي ميتريكس مربع لاحظ كانت عندنا X وعندنا X وعندنا Y في عندنا كمان Z لاحظ هنا هل ممكن أقول له أعطيني X هذه اللي هي واحد واثنين وحط جنبها Y اللي هي أربعة خمسة وبعدين أنزل لتحت هذه معناها هذه الإشارة سمي كلان معناها أنزل لتحت وحط تحتها كم Z زي قيمتها كم صفر صفر هل هذا ممكن هل ممكن أنشئ ميتريكس فيها فراغات لا لما تعمل كده سيقول لك error can not consistent are not consistent يعني ما ما تتبع لمعروف الماتلاب إذن ما يمكن أن ينشئ لك ميتريكس فيها فراغات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا